هو كيف الواحد يشوف اللي بيحبهم في المنام هي كلمت عن بابا وماما لأنا هتكلم بقى عن أوسع من ذلك كيف تشوف النبي في المنام عليها الصلاة والسلام يا السلام ده سؤال رائع ده والله إزاي تشوف النبي في المنام مين نفسه يشوف النبي في المنام كل قهوف نفس واحد قلت أنا كل واحد نفسه يشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ده بمنتعة البساطة عايزت تشوف النبي في المنام ده سهل جدا واحد بيقول للشيخ مرة كده بيقول له يا مولانا نفسك تشوف النبي في المنام قال له حاضر أنا خليك تشوفه في المنام أنا خليك تشوفه في المنام قال له بجد قال له خليك تشوف النبي في المنام قال له ازاي يشوفه في المنام قال له تعالي بكرة اخر النهار وانا هشرح لك ازاي تشوف النبي في المنام بس بشرط قال له تفضل يا مولانا قال له تصوم طول اليوم بكرة تجيلي صايم ما تكلش حاجة خالص طول اليوم قال له حاضر فالتلميذ صام يا حضرات طول اليوم ما كلش وراح للشيخ اخر النهر يجيب الليل كده الشيخ ايه حضر له اكلة حلوة قوي شوية جبنة قديمة مع شوية مش اخت بالك كده اكلة كده جميلة قوي اكل فلما اكل وهو جعان عطش قوي عايز يشرب فقال له يا مولانا انا عطشان قال له انت عايز تشوف النبي قال له ما تشربش يا مولانا الاكل لانا اكلته حامي على المعدة وجوفي وانيش تشرب شوية مية شوية غيرية قال له اه عايز شوف النبي ولا لأ قال له عايز اشوف وقال له خلاص تشربش فماش شربش عطشان قوي دخل ينام فلما نام شاف ايه في المنام بقى الشاب الجميل ده شاف صباح بقى يحكي للشيخ الشيخ قال له ها شفت ايه في المنام قال له شفت اني انا في بحور حوالي وانهار ومية وشلالات ليه نايم عطشان فاللي نايم عطشان بيحلم بالبحور والانهار قال له انت على قدر حبك للنبي عليه الصلاة والسلام هتشوف زي ما الوحد يبقى نايم عمال شغل نفسه بحاجة وبيفكر في حاجة يقوم يحلم بيها العقل الباطن بيشتغل بتاعه صح ولا لا يا حضرات زي ايام لامتحانات وإحنا طلب كده وكنا نبقى متوترين ونحلم بقى ان احنا في اللجنة ومش عارف ايه واسئلة ايه وجايا ايه وتعبنين وخايفين وقلقانين اه بيحصل بيحصل سأل ما بيبقى مركز في حاجة احنا لو ركزنا في محبتنا لسيدنا النبي حنشوفه لو ركزنا في الصلاة على سيدنا النبي حنشوفه لو ركزنا في سنن سيدنا النبي واتباع سنن سيدنا النبي حنشوفه لو ركزنا في أخلاق سيدنا النبي واقتدينا بسيدنا النبي في رفقه كان رفيق في لطفه كان لطيف في رحمته كان رحيم في كرمه كان كريم في عفوه كان عفوه في حلمه كان حليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حنشوفه في المنام فأنا عايز أقول لأختنا الكريمة عايزة تشوفي أبوكي وأمك في المنام كوني بره بأبوكي وأمك ازاي دلماتوا ابقى بره بهم ازاي من ناحية الاب اسألي على عمامك وعماتك ومن ناحية الام اسألي على اخوالك وخالاتك اتنين تكون دائمة الدعاء للوالدين رب رحمهما كما ها مش عبنقول رب رحمهما كما ربياني صغيرا تلاتة نعمل صدقات ونهيب الثواب ليهم اربعة نسأل ده النبي عليه السلام رحل واحد الحديث هو بقى بقول له يا رسول الله هل بقي علي من بر ابوايا شيء ابرهما بهم بعد وفاتهما هو البر بابويا وامي ابويا مات لسه البر قائم ولا خلاص اعمل ايه تاني احبره ازاي ما رح القبر النبي قال له خمس خمس حاجات تعملهم خمس حاجات تعملهم الصلاة عليهم انك تدعي لهم الاستغفار لهما انك تقول رب اغفر لهم يا رب اغفر يا رب اغفر لابو يا امي يا رب اغفر لابو يا امي يا رب اغفر لابو يا امي صلاة الرحم التي لا توصل الا بهم اعمامك وعماتك و اخوالك و خلاتك انفاذ عهدهما من بعدهما بتنفذ وصيته ابوك قال لك يا ابني متتأخرش بره ما تصهرش بره كتير يا ابني ما تدخنش يا ابني صحتك يا ابني ما تقعدش مع ناس وحشة تنفذ وصيته اكرامه صديقهما ان انا اسأل كمان على صحاب ابويا, الله يرحمه اسأل على صحابه, اه دول مرحت الغالي, اون رحت المرحوم فإذا عملت كده يا أختي هتشوفي أبوك وأمك في المنام